أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تتولي اهتماما كبيرا بالاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضوء رغبة عدد كبير من الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصرية جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية الصينية تيدا مصر حيث أشار مدبولي لأن الشركات الصينية تسعى للاستفادة من حوافزي الاستثمار التي تمنحها مصر وكذا استغلال حجم السوق الكبير المتاح للتصدير إلى الدول وتكتلات التي ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع مصر وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء بدراسة الطلبات التي وردت من الشركات الصينية واحتياجتها المختلفة من مواد خام وطاقة حتى يتسنى المضي قدما في تعزيز الشراكة مع الجانب الصينية